اشتركوا في القناة فاتن بعد ما ضربت شفية على رأسه سرقته دولاراته هربته بالفيلة وصلت لباب الفيلة بالصدفة كانت هناء بسيارته طبعاً هناء اجت على الفيلة بناءاً على طلب من منات أصرت علي بالتليفون أنه هو حي شفية فاتن هزا اجت لعنده ولا لا طبعاً هناء هنزلت بالسيارة ما تجرأ ايديا حملت حالو رجعت عن بيت هون كانت شفية انسل وتخبى بسيارة فاتن كانت وصلت من هل رأس شارع صح؟ حسيتلي انه في حاجة هل تبعين أعدتي سنتي تراكم السيارة موسيقى ايك لحبيتك لأيدي فها كمسيارة لا تقوم بمشي كنت الجو دخلت عندي طلعت الفوء الآية سعيد لسا في روح انا تغيفون السواب تتلعون خليني خلص عليهم سعيد سعيد منها الآن تخليني روح اخصر الشمع الدار والحرمان وضطف ومن ترك اي نسار ونسوء حظها من مقدم على الدم موسيقى عملت كل هاي التفاصيل حملت حالة ونروح ما حبيت قطعك لأنو قصتك حلوي بس خيالك شطح شوي يعني ما حبيت اعترفي ما بشو بدي اعترف ازا انا كنت بالدار والاتصالات موجودة عندكم والرسالة اللي تركتها عموبايل المرحوم سمعتها قدام هاي الاتصالات ممكن اي حدا يوم فيها ممكن كلفي اخوك بكل وساطة الرسالة السجلتية لزوجك هي اللي كشفتها كيف؟ رح سمعك حبيبي عم اتصل فيك مع مترد قلقتني عليك تقبرني حاكيني انا بداري سور الحالي وعم فكر فيك بترجعك حاكيني المسج بعدي ساعة اربعة ونص الصبح لانو كان باين فيه اذان الفجر الادان بدماشق اربعة ونص اما بالدار اربعة وربع يعني حضرتك عم تكزبي ترجعك 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 باينة وساكتة وبلش يلعب بيديله هون وهون وقلت مالش طالما عم يرجع باخر النهار عالبيت تحملي بس توصل معه لانو يحاول يطلقني بعد ما تركني عالحديدة مستحيل اتركه يتناعم بالخيرات هو واحدة تانية اللي انا اغطيته ياه انا يرميني متل حشرة ما بتسوي شي ما بسمح له قللك شي يمكن اذا بيرجع بيعيش مرة تانية بيرجع بأدقه سامي خودش رؤادك انا اغطيته